بطل حلقتنا النهاردة هو الفنان عبدالعزيز محمود هنعرف ليه السجن وهنعرف من ايه اخر ايام حياته وليه محدش حضر جناسته وايه سبب حبسه بسبب طبعا زجاته المتعددة وهنحكي القصة كاملة وهنعرف كل حاجة عنا الفنان عبدالعزيز محمود ناسا قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو ونشترك كمان في القناة لو ما شرقناش ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة الفنان عبدالعزيز محمود هو فنان متعدد زجات هنعرف تفاصيل اول مرة هنعرضها وكمان نجله صحح معلومات عن والده هنذكرها كمان معنا في الفيديو هنقول ايه المعلومات المغلوطة اللي تقالت عن الفنان عبدالعزيز محمود هو من موليد محافظة سهاج من أسرة ميسورة الحل منه هو طفل كان بيحب صوت الربابة وكمان المواويل والأفراح وغناء المسحراتي في رمضان وكان الفنان عبدالعزيز محمود مع والدته وشقيقته راحوا لبورسعيد من سهاج لبورسعيد وبعد كده هو اشتغل في المينيا بأحدى الشركات الأجنبية للشحن والتفريغ وكان بيغني أثناء العمل واشتهر بين زملائه بحلاوة صوته لأ وكمان وخفت دمه حصل موقف غير مصر حياته خالص وهو إن رجله قصرت أثناء العمل فاستغنت عنه الشركة فاحترف الغناء من هنا وكمان غناء البنبوتية لما كان في بورسعيد اتعرف بين زملائه بخفت دمه وصوته المعبر والجميل وتفرغ بعد كده للغناء في الملاهي الليلية والموالد والأفراح كمان وهو في أحد الموالد سمع صوته الموسيكار متحة عاصم رئيس لجنة الموسيقى بالإزاعة وقدمه للإزاعة وبعده نجح أمام لجنة الاستماع بالإزاعة واعتمد كمطرب بالإزاعة فغنى أول لحن ليه كان عام 1937 كما غنى من ألحانه أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي وكمان الوطني وكمان غنى من الألحان ملحنين آخرين زي رياض الصنباتي زي لحن ليه هو هوى اليتيم يا زمن وكمان ظهر عبد العزيز محمود في السلمة مغنيا وملحنا وكمان ممثل بس أدوار سانوية ولما يحصل على دور البطولة المطلقة حتى ولول مرة واحدة وكان بيظهر في الأفلام وبيغني في الأفلام وكمان كان بيظهر بأدوار سانوية بسيطة جدا بس كان ليه صوت مميز وكمان خفت دمه لفتت الأنظار وغير كده وكده كمان كان بيمثل أدوار بسيطة جدا الأفلام اللي ظهر فيها وكان بدايتها عريس الهنة وراوية وتوحيدة وامرأة من نار والمنطقم والمقدر والمكتوب ولها ليبو وست البيت وابن عنطرة وتاكسي الغرام وطبعا كلنا عارفين تاكسي الغرام وأغنية شهيرة وشوفنا الفيلم وعجبنا كلنا وآخر أفلامه كان بياضة عام 1981 اخراج أحمد سروت كما قام ببطولة بعض الأفلام مثل فيلم منديل الحلو وغنى صوت فقط في فيلم قلبي دليلي من أشهر الأغاني للفنان عزيز محمود زي مرحب شهر السوم مرحب اللي اعتبارا أن كل شهر الرمضان لازم نسمع الأغنية دي وكلنا حبناها بالإضافة كمال أشهر أغنية زي منديل الحلو وتاكسي الغرام وشباك حبيبي والفنان عبدالعزيز محمود كان متعدد الزجات وده كان شهر في الوسط الفني أنه متعدد زجاته من معجباته وتزوج الفنان عبدالعزيز محمود خمس مرات واشتهر بإدمان الزواج والطلاق وهنعرف دلوقتي قصة زي جاته الخمسة وليه اتحبس وهنعرف تفاصيل كثير كان شهر يار عبدالعزيز محمود كيد الناس أوصلوا إلى التخشيبة كان بيحرص أغلب نجوم زمن الفن الجميل على قضاء شهر العسل مميز فور زواجهم فهناك من كان يسافر خارج البلاد أو داخل البلاد ومنهم من يعتكف في عزلة مع زوجته وبعيدا عن الأنظار الصحافة وإلا أن الفنان عبدالعزيز محمود كان ليه تقوص خاصة به وهنعرفها دلوقتي والتقوص دي ولا سويسرا ولا لبن ولا حتى فندق مينهاوس وإنما في التخشيبة وأقسام البوليس أو في المحاكم أو سجون مصر ما كانش الفنان يتزوج الزيجة جديدة ويطلق زوجته الأديمة كان بيستمر في الزيجات وتمزك الزوجة الأديمة في عنقه وتفسد عليه شهر العسل في أقسام البوليس والمحاكم فيتحول من عريس إلى متهم عبدالعزيز محمود كان بيقول شهر العسل في حياتي أوهام والذي كان يحدث دايما في يوم الصباحية بحسب مجلة الكواكب سنة 1953 أنه كان يتلقى طلبا بالاستدعاء في اسم الشرطة فيودع زوجته الجديدة بكبولات الوداع لأنه لا يعرف في العادة نوع الاتهام الذي قد يلقي في التخشيبة يوم أو يومين لكن هي مرة واحدة فقط الذي قام بشهر عسل كان مع زوجته الأولى نفوسة التي كانت من خارج الوسط الفني وأحبها من أول نظرة وتزواجها بسرعة قبل أن يلمع اسمه في عالم الفن وكان من المحتمل أن تستمر حياته معها لولا أن بدأ المعجبات يحيتون به وكان عليه أن يختار بين زوجته والمعجبات فأثار على الاحتفاظ بالمعجبات وطلق زوجته ومن يومها وأصيب بحالة إدمان الطلاق فبعد الأولى التقى ببرلانتي نجيب في أحدى السهرات فحبها وتزواجها بمنتهى السرعة ثم اتطلقها أيضا بنفس السرعة وعاد عبد العزيز محمود يتزوج الثالثة اعتدال شهين وطلقها واللي بينغص حياته سوى تراكم دعاوي النفقة المرفوعة ضده منهم ثم تزوج عرفيا بالممثلة فوزية إبراهيم وسافر بعدها إلى لبنان وهناك وجد أنه بلا زوجة فأحب راكسة لبنانية وتزواجها سرا وظلت الراكسة ضمن زيجاته حتى عاد إلى القاهرة فبعث إليها ورقتها وفي ذات الوقت كانت تكافح لتصحيح زواجها من السلطان ونجحت حينما تمكنت منه كزوجة شرعية وبدأت تضيك عليه الخناق فبعث إليها هي الأخرى ورقة الطلق وده كان سبب سجنه كذا مرة وإنه هو متعدد الزيجات والفنان شارك في أقصر من خمسة وعشرين فيلم سليمائي على مدار مشواره الفني وكمان أخرج للمخرج نيازي مصطفى فيلمين هما وهيبة ملكة الغجر عام 1951 وشاركته البطولة الفنانة كوكا وفيلم تاكس الغرام سنة 1954 وشاركته بطولة الفنانة هدى سلطان كما لحن لكثير من المطربين والمطربات منهم كارم محمود وشفيق جلال وشديا وفايزة أحمد وهدى سلطان والفنان عبد العزيز محمود ظهر نجلو هشام عبد العزيز محمود ليصحح أخطاء في تاريخ ميلاد الفنان التي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف وأوضح ابن الفنان عبد العزيز محمود في تصريح لي أن والده مش من موليد 11 يناير 1914 بل هو من موليد 17 أكتوبر عام 1914 وصحح بعض من المعلومات بجانب تاريخ ميلاد والده وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان والمطرب عبد العزيز محمود ونرجو من حضراتكم ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة وانفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة وكمان ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسارته الفنية وحياته الشخصية معنا في الحلقة اللي جاية وكمان بشكر حضراتكم على دعمكم المستمر للقناة جزاكم عنا كل خير